اشتركوا في القناة واشتراه عاد حم إلى منزله فرحا استقبلته أسرته فرحة دخل حم إلى البيت ونسي الباب مفتوح بقي أبناؤه يلعبون مع الخروف فمثلوا البائع واللص عندما كانوا يجرون وراء اللص هارب الخروف طاف بين المنازل ودخل منزلا قريبا في هذا المنزل تعيش أرملة مع أطفالها فرح الأطفال بالخروف وصاحوا وهم يقفزون خروف العيد هذا خروفنا قالت الأم هذا خروفنا من جاء به؟ خرج حم مسرعا ليبحث عن الخروف في طريقه سمع كلام الأم وثغاء الخروف طرق الباب فهمت الأم أنه صاحب الخروف فقالت هيا يا أبنائي ساعدوا حم على إخراج الخروف سمت الأطفال وأحس حم بحزنهم تأثر لهذا المشهد فقال هذا خروفكم إنه هدية مني في الأسبوع الموالي عاد حم إلى السوق عند باب السوق صادف وصول شاحنة محملة بالأكباش اختار واحدا وسأل البائع كم ثمن هذا الخروف؟ رد البائع مبتسما أنت رجل طيب خذه مجانا وقف حمه متعجبا وظن البائع يمزح تابع البائع كلامه أنا لا أمزح هذه وصية أبي في كل سوق نهدي خروفا لأول زبون فهذا خروفك وبدون مقابل عاد حم إلى منزله فرحا استقبلته أسرته فرحة تعجب الجميع للصد في العجيبة كيف أهدى خروفا وحصل على خروف هدية فقال ابنه علي قال الرسول عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة